السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب أخواني وأخواتي وردت إلي أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخ أبو حمد من رأس الخيمة الإمارات يقول هل تجوز الوصية لوارث في حدود الثلث أخوي أبو حمد من الإمارات رأس الخيمة بارك الله فيك الجواب لا لا يجوز الوصية لوارث وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أعطى كل الذي حق حقه فلا وصية لوارث لا وصية لوارث ولذلك العلماء نص على منع الوصية للوارث إلا أن يرضى الورثة فإذا رضي الورثة صح وإلا الوصية تكون باطنة الأخ عبد الرحمن من الكويت بارك الله فيه يسأل يقول في حديث جبريل طويل سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من المسؤول عنها بأعلم من السائل هل هذا يعني أن جبريل عليه الصلاة والسلام أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام أخوي عبد الرحمن من الكويت بارك الله فيك بالنسبة لحديث جبريل العظيم الذي جاء عنده مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا يطلق عليه العلماء أم السنة كما أن الفاتحة أم القرآن وذلك لاجتماله على الدين كله الأمر الثاني أخي الفاضل هذا لا يعني بأن جبريل أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام فالملائكة والرسل والأنبياء إنما يعلمهم الله ولذلك قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم والملائكة تأخذ الأمر من الله عز وجل وأول ما يخبر الله جل وعلا جبريل بالأمر فيصبح للملائكة خضعان واجتماع الأمر من الله عز وجل ثم بعد ذلك يبدأ مسألة نزول الوحي المسألة الأخرى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلى من السائل يعني أنا وأنت لا نعلم نت السائل لأن الساعة من الأمور التي خص الله جل وعلا نفسه بها قال جل وعلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها ولذلك لا يعلم موعد الساعة لا جبريل الذي هو أشرف الملائكة ولا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف المرسلين لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أنا وأنت لا نعلم متى الساعة بارك الله فيك علاء من مصر بارك الله فيه يقول أنا أعمل على سفينة ولا أستطيع صلاة الجمعة لعدم وجود مسلمين معي غير ثلاثة أفراد هل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة لأني أعمل في دولة أخرى على من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك أخي الفاضل أولا تشكر على اهتمامك بالصلاة وهذه نعمة من نعمة لعليك والصلاة هذه لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا ونفسه يتردد في السفر في الحضار في الصحة في المرض في أي حال وبالنسبة لك يا أخي الفاضل أنت مسافر ولذلك تترخص برخص السفر ومنها قصر الرباعية وجمع أيضا الصلاتين النهاريتين إما جمع تقديم أو تأخير والصلاتين الليليتين المغرب والعيشة إما جمع تقديم أو تأخير فلذلك يا أخي الفاضل أنت مسافر ما تصلي الجمعة الجمعة ما تصليها لأن الجمعة تجب على المستوطن يعني الذي يقيم في مدينة في بناء في استيطان يعني بناء لا يرحلون عنه لا صيفا ولا شتان أما أنت أنت في عمل ولذلك لا تقيم الجمعة ولكن تصلي جماعة أنت وهؤلاء الثلاثة تصلون جماعة الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعيشة ركعتين وإذا حبيتم مثل ما ذكرت لك تجمعون الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير والمغرب والعيشة إما جمع تقديم وإما جمع تأخير أبو محمد من السعودية قل صليت لوحدي في صلاة جهرية ونسيت الجهر بقراءة الفاتحة وما تذكرت إلا قبيل قراءة السورة هل أعيد قراءة سورة الفاتحة وأجهر بها أبو محمد من السعودية بارك الله فيك أولا لا بد أن نعلم حكم الجهر والإسرار في الصلاة فعندنا ثلاث صلوات يجهر فيهما المصلي المغرب والعيشة والفجر وعندنا الظهر والعصر يسر فيهما وطبعا عندنا ركعة ثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العيشة هذه سريات يسر فيها الإنسان حكم الإسرار سنة حكم الجهر سنة هذا قول جماهير أهل العلم عليه يا أخي الفاضل إذا نسي الإنسان الجهر في الصلاة الجهرية أو نسي الإسرار في الصلاة السرية ما علي شيء ولله الحمد والمنه حتى سجد سهو فالراجح من أقوال أهل العلم لا يسجد سهو لماذا؟ لأنه ترك سنة ترك سنة أمر الثاني أخي الفاضل إذا شرعت في واجب أو في ركن ما تعود إلى السنة أنت الآن نسيت الجهر وخلصت الفاتحة وجيت قبل ما تقرأ السورة التي بعد الفاتحة تذكرت ترجع تجيب الفاتحة أقول لك لا ما ترجع بارك الله فيك لأن الفاتحة وقعت صحيحة ما تنقضها ولذلك أن تركت سنة بارك الله فيك ولذلك مثلا أنا دائما أقول من نسي الاستعاذة في الركع الأولى ثم بدأ بالبسملة ما يرجع إلى الاستعاذ ومن نسي البسملة وشرع في الفاتحة ما يرجع إلى البسملة لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن قراءة البسملة في الفاتحة سنة هذا هو الراجح واضح؟ ومن أسر في الصلاة الجهرية ما يرجع ليأتي بالفاتحة وهو قد قرأها سرا بارك الله فيك أم علي من اليمن تقول أنا وسلفتي أرضعت ولدها وهي أرضعت بنتي أكثر من خمس مرات يحق لعيال أن يتقابلون كلهم أو كيف يا شيخ أقصد بناتي هل يحق لهن أن يقابلن أولاد عمهن وعيال وعيال يقابلوا بنات عمهم أختي أم علي من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لي ابنك اللي أرضعت سلفتك خمس رضاعات مشبعات في الحولين هو ابنك من النسب وابنها من الرضاعة وزوجها اللي هو عمه عم الولد زوجها يكون أبوه من الرضاعة فيكون أبوه من الرضاعة وعمه من النسب وسلفتك تكون أمه من الرضاعة وابنك هذا يكون ابن لهذه المرأة وأخ لي عيالها الذكور والإناث يحرم الزواج أن يزوج من بناتي لماذا؟ لأنه يكون تزوج أختها من الرضاعة والعليه يكشفون الحمد لله بالنسبة للبنت اللي أنت أرضعتيها بنت سلفتك خمس رضاعات مشبعات في الحولين تكون بنتك أنت من الرضاعة وبنت زوجك من الرضاعة وتصير أخت لأولادك من الرضاعة واضح؟ طيب الآن بقية أولادك اللي مرضعوا من سلفتك ما يجوز يكشفون على بناتي عمهم اللي عندهم أخ وأخوهم ابن لهذه المرأة من الرضاعة ما نمع علاقة علاقة الإبن هذا فقط ولذلك مثلا أنت يجوز تزوجين أحد أولادك اللي ما رضع من سلفتك لأحدى بنات سلفتك زين؟ ويجوزهم أن يتزوجوا من بناتك زين؟ أو أولادك يتزوجون أيضا من بناتهم العكس أهم شيء اللي يرضعوا هذول يجتنبون المسائل هذه ويكونون ممن يحرم على بقية إخوانهم من الرضاعة إبراهيم من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول هل يصح الوضوء للصلاة من مياه البحر؟ إبراهيم من ليبيا بارك الله فيك الجواب نعم يصح الوضوء من ماء البحر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في السنن وغيرها أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نحمل إلا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر؟ وجاء في رواية إذا توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته ولذلك أخي الفاضل ماء البحر ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث فالجواب نعم بارك الله فيك أم مجاهد من اليمن تسأل عن كفارة اليمين تقول هل يلزم أن تكون متتابعة أم لا لأني مريضة؟ يعني إلى آخر ما ذكرت أم مجاهد من اليمن بارك الله فيك لا يشترط في صيام الكفارة كفارة اليمين التتابع والوارد ذكر هذا في قول الله عز وجل فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ونبهك إلى قضية هل تستطيعين الصيام إذا قلتين لنعم ما تنتقلين عفوا هل تستطيعين الإطعام إذا قلتين لنعم ما تنتقلين إلى الصيام مدام أنك مستطيع للإطعام متى تنتقلين للصيام إذا عجزت عن الإطعام إذا عجزت عن الإطعام بارك الله فيك ولا يشترط في صوم كفارة اليمين التتابع وأما ما جاء في قراءة ابن مسعود في الصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه قراءة شاذة عند أهل العلم ولذلك ما يشترط التتابع في الراجح من أقوال أهل العلم في صوم كفارة اليمين منال محمد بن السعودية بارك الله فيها تقول بأنها ذهبت إلى الحرم المكي ومعها كتاب المختصر التفسير تقول نمت ورفعت المختصر عند المصاحف وقت النوم العاملات أخذوا المصحف وصحيت سألت العاملة أعطتني مختصر لكن ليس لي ممكن أنه في الحرم ومكتوب وقف لله ولا يجوز بيعه وقالت ممكن أخذ حقي للمخزن ويتقول أنا أخذت للعاملة أعطتني وذهبت به إلى البيت هل يصح عملي؟ أختي منال محمد من السعودية بارك الله فيك وتقبل الله منك أختي الفاضلة بالنسبة لك أنت لا تستحقين إلا كتابك وهذا مكتوب عليه وقف وموقوف في المسجد الحرام فما تستحقين وما ذهب عنك تسألين عنه الجهة فتذهبين إلى المكتب المتعلق بشؤون الحرم المكي وتخبرينهم بالواقع وتقولين بأنني أنا استبدلت العاملة المصحف الذي يخصني فيه مختصر التفسير بمصحف تبع الوقف أعطوني مصحفي لو سمحتم إذا قالوا خذي هذا بدل هذا هذا الدل على أنهم أقاموا المصحف الذي عندك مقام الوقف الذي عندهم فهذا يسمى استبدال الوقف وإذا صعب عليهم البحث مثلا فيجوز أما أنك تنفردين بأخذه فلا وأنا أجزم يقينا بأنك قلقها الآن وإلا ما سألتي ودائما تفكرين في هذا الأمر ارجعي إلى شؤون المهتمة أو المسؤولة عن مثل هذه الأشياء وربما تجدين التفسير الذي يخصك عندهم الأخت أم روضة من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول أنا متزوجة والآن مطلقة وقبل طلاقي بسنة يعني صار جماع بيني وبين زوجي ولكن كان بالغصب حاولت أمنعه للأسف ما استطعت وكنت أراه كأنه شيطان أمامي وذاك اليوم وكان مصر لأنه ما كان صائما وأبطل صومي واستغفرت ربي وقلت أكيد ما لي ذنب وهو يتحمل هذا يعني ماذا علي أختي أم روضة بارك الله فيك بالنسبة لما ذكرتي ما دام أن الزوج هو الذي أكرهك وغصبك وقهرك وأجبرك على مثل هذا الأمر لا شيء عليك هو الذي يتحمل هذا الأمر هو الذي يتحمل وذكرتي بأن زوجك والعياذ بالله لا يصوم ولا يصلي نسأل الله السلام والعافية ونسأل الله تعالى أن يفتح على قلبي وأن يهديه عموما بالنسبة لك نص الفقهة على أن المرأة إذا كانت مجبرة مكرهة على مثل هذا الأمر لا كفارت عليها ولا تقضي هذا اليوم أم أحمد من العراق تقول أنا دائما بيني وبين نفسي يعني أتكلم وأسب وأغلط إذا إنسان تكلم علي أو ظلمني هل يعتبر هذا ذنب؟ أم أحمد من العراق بارك الله فيك يعني إذا كان هذا مجرد حديث نفس يعني أنت تتكلمين مع نفسك ويعني تتحدثين حول هذا الأمر ومثلا تفكرين فيه ما دام أنك ما تكلمت لا شيء عليك لا شيء عليك لكن أنا أنصحك يا أفضل فاضلة بدل ما تهتمين لمثل هذا الأمر وربما الشيطان يحضر وينفق في هذا الذي في نفسك وربما يتطور إلى غيبة أو إلى كلام أنصحك بأن تستعيدين بالله تعالى من الشيطان والله تعالى من الشيطان تقول أعوذ بالله وكذلك تكثرين من ذكر الله تقول لا إله إلا الله سبحان الله مثلا وأدعية الكرب لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين الله الله ربي لا أشرك به شيئا مثلا الله مشرح لي صدري ويسر لي أمري وتتجنبين التفكير لأن أحيانا بقائك مع نفسك تتكلمين في نفسك وتستجلبين هذا الشيء ممكن يتطور إلى ذنب آخر إلى ذنب يعني ممكن يتطور إلى ذنب لكن عمومة تفكيرك هذا في هذا الأمر وعدم كلامك هذا لا تحاسبين عليه بارك الله فيك عبد العزيز من ليبي يسأل يقول حكم استلام المرتب من المصارف الربوية علما بأنه لا توجد إلا هذه الطريقة حتى أستلم بها مرتب عبد العزيز من ليبي بارك الله فيك الجواب يجوز ذلك يجوز للإنسان أن يحصل على يعني ما يستحقه من رواتب من أشياء ثانية ولو كانت عن طريق المصارف الربوية فأنت أصلا لا تتعامل معها الجهة التي أنت الآن تستحق هذا الراتب هي التي تتعامل معه هذا المصرف الربوي بالنسبة لك لا شيء عليك في هذا ولله الحمد والمن أبو سعود من الشارقة الإمارات يقول عند الاستنشاق يخرج دم من الحلق هل في طريقة ثانية للوضوء؟ أبو سعود بارك الله فيك من الشارقة إذا كان تقول بأنك إذا استنشقت يخرج دم من فمك أو من أنفك مثلا فهذا طبعا يدل على أن عندك مشكلة في الجيوب الأنفية أو مشكلة معينة تراجع فيها المستشفيات بارك الله فيك الاستنشاق ما عندنا إلا طريقة واحدة وهي إدخال الماء إلى الأنف والاستنشاق له طريقتان سنة يعني طبعا الاستنشاق واجب في الراجح من أقوال أهل العلم وله صفتان صفة مجزئة وصفة مستحبة الصفة المجزئة ما هي؟ أنك تدخل الماء إلى أنفك ولا تدخله إلى الخياشين بمعنى أن يدخل الماء إلى الأنف ثم تنثر الماء والصفة المستحبة أن تدخل الماء وأن تبالغ في الاستنشاق حتى يأتي إلى الخياشين هذه المستحبة إذا كان عندك مشكلة في استنشاق الماء إلى الخياشين الحمد لله تكتفي بالصفة المجزئة وهي أن تدخل الماء ولو في أول الأنف وتكون قد أتيت بالاستنشاق الصحيح أمت الله من السعودية تقول كيف يكفر الشخص الذي يتحدث عن القبائل أو الشعوب أو الدول مثلا كيف يكفر عن ذنبه وهل التحدث عن دولة بالعموم حكمه مثل اغتياب شخص لكل شخص من تلك الدول أو القبائل مثلا حق عليه سيأخذه يوم القيامة أخت أمة الله من السعودية بارك الله فيك بالنسبة للغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره قال الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ولذلك هذه الغيبة أما الكلام على قبيلة أو دولة أو طائفة مثلا أو جهة هذا لا يسمى غيبة هذا لا يسمى غيبة وإنما يسمى سب يسمى سب ما يعتبر غيبة فلو تكلمت مثلا عن دولة معينة أو كذا ما يقال غيبة إلا في حالة واحدة إذا تكلمت والشخص اللي من هذه الدولة موجود أمامه فقد اغتبته أما الكلام العام هذا لا يسمى غيبة وإنما يسمى سب والمسلم مطالب بأن لا يكون سباب ولا شتام ولا لعان ولا بذيء حيجوز الكلام على القبائل والبلاد أما القذف لا القذف خطير ولذلك إذا قذف أهل بلد مثلا قال هذه القرية كلهم زنات هذا قذف هذا خطير هذا خطير له أحكام قضائية وفيه للعلماء خلاف يعني في قضية كم يحد من حد مثلا أما قضية والله مجرد سب أو كلام يعتبر غيبة لا على الدولة أو قبيلة أو عائلة مثلا أو عفوا قبيلة أو جهة لكن إذا كان موجود نعم صارت غيبة بالعموم هذا السب سيحاسب عليه الإنسان يوم القيام أم سارة من المغرب تقول بأن أنا زوجة ثانية أخبرني زوجي برغبته في طلاقي لأنني لم أعجبه وبحجة أني غششته في شكلي فهل لي أن أطالبه بالعدل بيني وبين الأولى إلى حين الطلاق منه أختي أم سارة من المغرب بارك الله فيك الجواب نعم يجب علي أن يعدل بينك وبين زوجته الأولى إلى أن يتم الطلاق ولا يجوز له أن يهجرك ولا أن يمتنع عن المبيت في بيتك حتى يأتي الطلاق والواجب عليه أن يراجع نفسه ويعني أن يعاود مسألة التفكير في الطلاق وما يدري أين الخير قل جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا يعني ليست القضية قضية يعني الجمال والشكل المخبر هو الأصل يعني الدين والأخلاق وما يدري هذا الزوج لعله يعني يأتي له ولد منك يكون سبب من أسباب دخوله الجنة وسبب من أسباب سعادتي في الدنيا والآخرة فعليه أن يراجع نفسه لكن عموما نعم من حقك أن تطربي منه ما دام أنه ما تم الطلاق أن يعدل بينك وبين الأولى أم طلال من السعودية تقول بنتي عمره 18 سنة فجأة وهي جالسة التف شعرها من جهة اليمين واليسار وأصبح مثل الكرة المعقودة من الجهتين وظل يؤلمها فترة وهي لم تخبرنا إلا بعد شهور وحين عرفنا لم نستطع فكه آبدا ثم قام أبوها فقص الشعر من الجذور وظل الشعر قليل والآن ينمو بشكل طبيعي ولا نعرف ما هي الأسباب ولم نذهب إلى الطبيب تقول يعني ما الحكم ما العمل في هذا أختي أم طلال من السعودية بارك الله فيك يعني واضح بأن هذه الحالة حالة غريبة وما كان ينبغي لكم السكوت على مثل هذا الأمر فعندكم الطب الطبيعي تذهبون بها إلى عيادة أو المستشفى وعندكم الروقات الشرعيين وهذه طبعا من الأشياء الغريبة التي على خلاف الأسباب العادية يعني ما جرى في الأسباب العادية أن الشعر يلتف ويبقى بمثل هذه الطريقة مثل الكرة من دون سبب ولا تستطيعون فكه إلا بمقص من الجذور هذا الدعاء لأن الأمر غير طبيعي فقد يكون يعني لعب من الشيطان مثلا تحتاج البنت إلى رقية وهي أيضا تحصن نفسها وما أدري أنا والله قد يكون شيء طبيعي أنا لست بطبيب لكن أنا ما أعرف هذا ولا سمعنا ولا قرأنا أن هذا ممكن أن يكون حالة مرضية والأطباء هم الذين يخبروننا بهذا هل يعني يوجد حالة مرضية عضوية أن شعر المرأة أحيانا أو الفتاة يلتف مثل الكرة ويبقى مدة طويلة ولا يعرف له سبب هذه عند الأطباء لكن الذي يظهر أن هناك أمر خارج الأسباب الطبيعية العادية فتحتاج ابنتكم إلى رقية وعلموها كيف ترقي نفسها والدها وأنت ترقونها وممكن تذهبون بها إلى أحد العلماء الثقات الذين تصدروا للرقية وهم أهل لها يقرع لها بارك الله فيك أم أحمد 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 المدني من الإمارات بارك الله فيه يقول هل يجوز أنني أخذ قرار من غير المسلمين يقول أنا فعلت شيء غلط في المدرسة ومسكتني الإدارة وبلغوا أهلي وأهلي حضروا المدرسة والمشرفين حكموا علي أن نظف المدرسة من الصباح إلى المساء طوال الأسبوع والمشرفين غير مسلمين والدين وافقوا على الحكم هل يجوز أخذ القرار أحمد المدني من الإمارات بارك الله فيك الجواب نعم الجواب نعم يعني هذه من العقوبات التعزيرية لكونك ارتكبت خطأا وأوقفت الإدارة أهلك على هذا الخطأ وطلبوا يعني منك أن تقوم بتنظيف المدرسة من الصباح إلى المساء مدة أسبوع يعني جزاء ما قمت به من مشاغبة أو من عمل أو من إتلاف والديك وافقوا على ذلك نعم هذا ليس ليجب عليك أن تنفذ هذا الأمر بل الآن المحاكم الآن كثير من المحاكم الشرعية تقوم أيضا بمعاقبة بعض المخالفين الذين لديهم مثلا يعني أشياء تضر بالمجتمع تضر بالمقدرات مثلا فيه إتلاف مثلا للأشياء المالية للبلد يعاقبونهم بمثل هذه أحمد الآن بعض القضاة يقول لهذا الشخص اذهب وكنس الشارع مثلا أو اذهب واشتغل في المقبرة مثلا في كذا هي عقوبة وفيها أيضا تربية فلذلك يا ابني بارك الله فيك نعم نفذ هذا القرار وصل الله تعالى أن يحفظك وتجعل من هذه الحادثة فرصة لك أنك تعدل سلوكك وتهتم بنفسك ولا تحدث يعني ضرر أو مشاغبة في المدرسة التي تعمل أو تدرس فيها أم شهد من ليبيا تقول أنا أشعر بثقل في الصلاة معني أحب الصلاة وأريد أن أحافظ عليها وعندما أسجد أشعر في بعض الأحيان وكأن أحد ما يشده برأسي بقوة للأرض ويعني أثقل صلاة عندي صلاة العشاء يعني تسأل تقول ما العمل أختي أم شهد من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لي الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة هي التي فرضها الله عز وجل أول ما فرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة ثم خففها إلى خمس صلوات قال الله جل وعلا هي خمس بالفعل خمسين في الميزان ما يبدل القول لدي الصلاة نور الصلاة نعمة الصلاة حقيقة جنة من الجنان في هذه الدنيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال كان يفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام فلذلك الصلاة هذه نعمة أنت واضح بأن لديك مشكلة ويظهر بأن هناك الشيطان يحرص على أن يمنعك من الصلاة وقد يكون وجد وتلمس فيك نوع من الكسل فتسلط عليك لذلك بارك الله فيك أنت الآن تنتبهين الصلاة ركم من أركان الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله وإقام الصلاة ولذلك جاءت النصوص في القرآن والسنة بالأمر بإقامة الصلاة في وقتها في وقتها عليك اخت الفاضل أولا كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم هذا الأمر الأول أمر الثاني تحرصين وتعزمين على أن تصلي الصلاة في أول وقتها هذا بالنسبة لك الآن بمجرد أن يؤذن تتوضئين ثم تدخلين الصلاة المسألة الثالثة تحرصين بارك الله فيك على يعني الأوقات هذه خاصة العشاء والفجر وتحذرين من أن تشارك المنافقين في بعض صفاتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين الصلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا المسألة الأخرى أطلب العلم الشرعي فإن العلم أعظم سلاح يحمله الإنسان في مقابل طرد عدوه الشيطان الشيطان أشدم عليه قضية العلم فلذلك أطلب العلم الشرعي المسألة الأخرى اعتني بالتحصينات الشرعية مثل أذكار الصباح و أذكار المساء و أذكار النوم أيضا ممكن أن تصلي جماعة مع أهل البيت هذا يساعدك كثيرا بإذن الله تعالى إلى أن تتخلص من هذه الحالة إبراهيم من المغرب يقول قبل ثلاثين سنة حصل حادث لجاري كان رفقة زوجته و أولاده في السيارة فنزل أحد الأبناء من السيارة و لم يره والده فأراد أن يرجع للخلف بالسيارة فدهسه فتوفي ذلك الطفل و لم يبلغوا عنه أي لم يخبروا الشرطة و أخفوا جثة الطفل فسألوني لأنني كنت الجار القريب لهم فقلت لهم اكتفوا بدفنها فقط فكان ذاك ما فعلوا دون أن يعرف أحد و دون أن يخبروا الشرطة فهل علي شيء لأنني أرشدتهم للدفن و ماذا علي على الأب الذي ذهسه إبراهيم من المغرب بارك الله فيك تقول قبل ثلاثين سنة حصل هذا الحادث و يظهر و الله أعلم أنكم كنتم في حالة من الجهل طبعا أنت أخطأت خطأ كبير و ذلك لفتواك المبنية على غير دليل و قلت قولا على الله عظيمة لما قلت ادفنوا فقط و هذا غير صحيح فإن الميت يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن في مقابر المسلمين سواء كان طفلا أو كبيرا بالغا هذا الأمر الأول أمر الثاني بالنسبة لهذا الوالد عليه الكفارة و الدية الكفارة صيام شهرين متتابعين و الدية لأم الولد و لأخوانه و لأخوانه لا يرثوا منها شيء شيء لكونه قاتلا قتلا خطأ خطأ دولة بأي حق الآن تقولهم روحوا ادفنوه و ما بلغوا الجهات الرسمية و تبليغ الجهات الرسمية ما يعني يسبب شيء على الأب يعني هل يعتقد الأب بأنه والله سيسجن أو يعدم هذا خطأ حصل كثير من الناس يحصل عندهم أخطاء فأين يذهب الآن بمثل هذه الأشياء حموما هذا مضى عليه سنوات فإذا كان والله يعني هناك مثلا شيء من الإجراءات مثلا التي لا يترتب عليها شيء مهم جدا أن يبلغه وبعدين السؤال الآن هذا الولد أليس مسجلا في الجهة المدنية ما يسمى بالهوية و الأحوال المدنية و أي جهة حسب ما أدري ماذا عندكم طيب كيف الآن هذا الولد ما زال مسجل على أنه حي ها و الدولة الآن ما تعرف يعني الآن في السجلات الرسمية سجلات الرسمية على أنه حي و هميت في رياء أخي الفاضل أنا أنصعك بأن ترجع طبعا تتوب إلى الله وتستغفر إلى الله عز وجل لكونك قلت على الله قولا عظيمة الأمر الثاني إذا كان هذا الطفل حيا يذهب و يخبر السلطات و يبين لهم الحالة و أنه حصل خطأ و يشهدك أنت على ذلك بأنه حصل خطأ إذا لم يترتب على ذلك شيء و أيضا ترشده إلى الكفارة سيام شهرين متتابعين مع الدية إلا إذا عفت زوجته و أولاده يقالوا ما نريد الدية تسقط أما الكفارة فهي في ذمته بارك الله فيك عهد من السعودية تقول أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة فعلت الكثير من المحرمات من ترك الصلاة و سماع المعازف من عمر 18 سنة تركت الصيام أشعر بالندم على هذه السنين ماذا أفعل؟ هل تقبل توبتي و رجوعي إلى الله مع العلم أنني حاولت ترك هذا الطريق من قبل و لم أستطع إلى آخر ما ذكرت عهد من السعودية بارك الله فيك أول نخط الفاضلة الله عز وجل من أسمائه التواب و لذلك استحق هذا الاسم جل وعلا و تقدس و تعالى لأنه يتوب على التائبين المخطئين المذنبين مثل حالتك أنت وقعت في ذنوب و آثام و محرمات و خطايا هذه ما يغفرها إلا الله عز وجل و لذلك قال جل وعلا و إني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى فالذنوب هذه ما يغفرها إلا الله عز وجل و تقدس الأمر الثاني أخت الفاضل هذه بشارة من الله عز وجل أعظم بشارة من الله عز وجل في قولي سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقضطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أنت تقولين انتكبت بعض المحرمات ذكرت ترك الصلاة و الصيام و سماع المعازف أعظم من هذا كله الشرك بالله عز وجل لو تاب منه العبد تاب الله عليه سبحانه و تعالى فعل ذلك بارك الله فيك مهما بلغت الذنوب حتى لو وصلت عنانا السماء إذا استغفر العبد ربه غفر الله له و هذا فضل الله عز وجل على أهل الإسلام و هذا نعمة عظيمة مسألة ثالثة شوفي لاحظي الله عز وجل فسح في أجلك و مد في عمرك و الآن دخلت مرحلة بدأت تفكرين في الماضي يعني الله عز وجل مع ما عصيتيه و مع هذه الذنوب أنعم الله عليك بنعم غذاك بالطعام و الشراب و اللباس و الأمن في الأوطان و الصحة في الأبدان و مد في عمرك عشان تتوبين إلى متى طيب و أنت تقولين والله أنا أحاول أحاول قد يعني قد تتركين هذا الأمر و لكن تخترمك المنية هنا تحصل الكارث إذا لقيت الله عز وجل بهذه الذنوب و العثام فهذه نعمة من نعم الله يعني سبحان الله العظيم شر العباد إلى الله صاعد و خير الله و رحمته نازل إلى الخلق شوفوا الأخت عهد الله عز وجل ينعم عليك يمن عليك يتفضل عليك يعطيك هذه فرص عظيمة سارعي و انطلقي ولا تسوفين الشيطان يقول لك بعدين بعدين صديقات السوء ممكن يقول لك بعدين بعدين تمتعي إلى متى هل الموت الآن ما يأتي إلا يعني في سن معينة تشوفين الآن بعض الأطفال يموتون في الأرحام بعض الأطفال يموت لما يولد بعض الأطفال يموت في عمر عشر سنوات بعض الأطفال يموت في قبل البلوغ بعض الأطفال يموتون في عمر الزهور مستقبل للحياة و مستشرف للدنيا يأتيه الموت و بعض الناس يموت عمر مئة و مئة و مئة و عشرين و مئة و ثلاثين و مئة و أربعين لذلك يقتل فاضل انتبهي الموت ما يستعذن الموت ما يستعذن و لا يرسلك رسالة و لا نجايك الموت يأتيه فجأة و بغته اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغته كم صحيح مات من غير سقم ذهبت روحه النفيسة و فلت فلذلك أنت الآن لا أعذر لك الله عز وجل أعطاك و غذاك و أنعم عليك و من عليك و طول في عمرك و فسح لك في الأجل ينتظر منك التوبة جل و عد و بعدين الله عز وجل ما يستفيد من توبتك الله عز وجل لا تنفع طاعة الطائعين و لا تظر معصية العاصي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها نسأل الله العافية و السلام فلذلك بنتي الله يرضى عليك و يبارك فيك فرصة هذه مدام واضح أن عندك أصل الخير واضح أن عندك الله الحمد تربية في الأصل الصحيحة و في عندك مراقبة لله عز وجل استثمريها لأن أحيانا إذا ضرب على القلب بقفل الران و الله يموت للإحساس و تموت للأحاسيس و المشاعر إصبح الإنسان ما يهتم لأي شيء أنت واضح عندك ماذا؟ جدوة الإيمان موجودة في قلبك الرغبة في الخير موجودة مراقبة الله عندك صراع داخل نفسك استغلي هذا الصراع و انتصري على النفس الأمارة بالسوء و انتصري على شيطانك بالتوبة إلى الله و الإنابة إليه و الالتزام الصلاة و الصيام قراءة القرآن صحبة الأخيار حضور مجالس الذكر و حلق العلم طاعة الوالدين و بر الوالدين أسأل الله تعالى أن يمنى علينا و عليك بالتوبة و بالهداية الأخ عبد الله من داغستان يسأل يقول عندنا بعض العوام يقول عندهم عادة الشاب إذا كان يريد أن يتزوج بفتاة و لا يرضى وليها هذا الشاب يذهب بهذه الفتاة إلى أقربائه و يختبئ بها هناك و عندهم حتى يرضى الولي و لدفع هذا المنكر أردنا نحن كأمة المساجد أن نتفق على التعزير لكل من فعل ذلك و أعانى بمبلغ من المال نأخذه منهم و نصرفه للمسجد أو لحاجة القرية أو نعطيه لولي الشابة الفتاة و لا نعقد بينهم عقد النكاة حتى يرجعوا الفتاة إلى أهلها و يرضى الولي و يعطوا هذا المبلغ من التعزير السؤال هل يحق لنا ذلك أخي عبد الله من داغستان بارك الله فيك و رضي عنك لا شك بأن هذا العمل الذي يقوم به الشباب باختطاف الفتيات التي لا يرغب أولياؤهن بتزوجهن من هؤلاء الشباب هذه جريمة عظيمة و مصيبة كبيرة يستحقون في الشرع عند القضاة الشرعيين و في المحاكم الشرعية العقوبة المغلضة العقوبة الزاجرة لهم و المانع لكل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذا الأمر الذي يخل بأمن الناس و بحياة الناس و بأعراض الناس و لذلك على هؤلاء الشباب أن يتقوا الله و أن يخافوا الله و أن يأتوا البيوت من أبوابها و يتقدم الشاب لخطبة الفتاة فإن رضي والدها الحمد لله إذا لم يرضى يحاول مرة الأولى و الثانية أما أن يقوم باختطافها و وضعها عند أقربائه مثل الرهينة في مقابل موافقة الأب هذا حقيقة شيء فضيع و خطير و لذلك أخي الفاضل السؤال أنتم أئمة مساجد هل عندكم مثلا مجلس للفتوى مثلا هل أنتم مثلا لديكم مثلا مجلس يتحاكم الناس إليكم مثلا أنا أسأل أنا ما أدري إذا كان والله لديكم سلطة و قوة من الدولة بحيث أنه أعطيتم تصريح بمثلا مثل هذه القضايا نعم يحق لكم أن تفرضوا عقوبة تعزيرية على هؤلاء الشباب تصرفونها في مصالح المسلمين بغرض قطع دابر هذه المشكلة قطع دابر هذه المشكلة و حسم مثل هذا الفساد الذي يمارسه الشباب في مثل هذه القضية الاجتماعية الخطيرة أما إذا كنتم أنتم لا تملكون ذلك أنتم فقط أئمة مساجد و كل إمام مسجد يعني ولايته فقط على المسجد و مع جماعة المسجد فلا يحق لكم ذلك و إنما المرجع في هذا إلى الدولة حتى لو كانت الدولة مثلا أنا ما أعرف حقيقة اللي حتى لو ما في محاكم شرعية هناك عقوبات يعني مثل هذه عقوبات تعزيرية يرفع أمرهم إلى الدولة تعاقبهم العقوبة الرادعة لهم و الزاجرة لأمثالهم فلذلك أخي الفاضل مسألة فيها تفصيل لكن قبل ذلك ضروري جدا مدام أنك أنت و زملائك أئمة مساجد أن توعوا الناس و ذلك بالإكثار من الخطب التي فيها توجيه و إرشاد تستهدفون أولا أولياء أمور البنات بتيسير الزواج بتسهيل الزواج إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فترة في الأرض و فساد عريض ترغبون أيضا بالأولياء بالإسراع في الزواج تزويج البنات متى ما انبلغنا السن المعروف كذلك توجهون رسائل إلى الشباب و إلى أولياء الشباب أيضا بترك مثل هذا الأمر الإجرامي أنا أسمي إجرامي القائم على اختطاف الفتاة التي امتنع أبوها من تزويجها و وضعها عند أقاربه مقايضة يعني القيام بعمل سيء حتى والله يرضى الوالد مكرها على مثل هذا ترفعون نسبة الوعي عند الناس و توجيه الناس و تترون عليهم الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية و تبينون ما في هذا الأمر من المفاسد في الحال و المآل و أنتم تقومون بدور عظيم أسر الله تعالى أن يوفقكم لكل خير أمت الله من الإمارات بارك الله فيها تقول يأتينا شيخ راقي لبيت أمي يقرأ عليهم الرقية تقريبا من سنة و نص أو سنتين في الشهر يأتي خمسة أو ست مرات و في كل مرة يعطونا مبلغ من أربعمية إلى ألف درهم و نحن نرى أن في شيء مش طبيعي في الموضوع لكن خواتي لا يتكلمون معنا و الشيخ يقول لهم لا تدخلون أحد بيتكم لأن إذا دخلنا يتعبون و خواتي لا يكلمون و ألا نستطيع زيارة أمي المغلوب على أمرها و إذا في مجال طبعا إلى آخر ما ذكرت أخت أمت الله من الشارق بارك الله فيك يظهر و الله تعالى أعلم أن هذا النوع من الرقات من النصابين من النصابين واضح بأنه وجد منجم من مناجم الذهب ما شاء الله كل شهر يحصل لألف ريال على قراءة يقرأها مثلا و حاول أنه يضفي نوع من الخوف و الرهب على والدك و خواتك اللي في البيت لا تدخلون أحد إذا دخلتم تتعبون ليش حتى يبقى يستفيد مثل هذا الراتب الشهري أو مثل هذا الراتب الذي يأتي مع كل زيارة و هذا لا شك بأنه نوع من النصب و الاحتيال و لذلك أخت الفاضلة عندكم الحمد لله الدولة تبلغون عليه هذا النوع لا يتساهل معه بلغوا الدولة بلغوا الجهة المختصة لأن هذا و العياذ بالله يفسد فساد عريض و يقرأ قراءة ليست لله و إنما يريد ابتزاز أهلك و مثل حالات كثيرة و للأسف الشديد وجدت لماذا الآن يعني الدول الآن منطقتنا نحن بالذات يمنعون الرقية إلا بترخيص لأن هناك لجان شرعية تفحص هؤلاء الرقات و تختبرهم و تنظر هل هذا يستحق فعلا أن يعطى تصريح للرقية أم لا يستحق لأن بعض الناس لعاب بعض الناس يرأي بأن هذه والله شغلة من لا شغلة له و يشوف فيها مكسب و تعرفون يعني حالة المرضى مثل ما يقولون الغريق يتعلق بقشة المريض كذلك يبغى أي واحد و ما يميزون ما يميزون بين الراقي الشرعي و الراقي اللعاب فلذلك اخت الفاضلة بارك الله فيك يحاول أن تستهدي في والدك و خواتك بالوعي و بأنهم يرقون أنفسهم و ينعتقون عن مثل هذا الذي الطوق الذي ضرب عليهم هذا الراقي و تبلغون المختصة و الجهات المختصة يقولوا هذا الراقي جالس يبتز أهلنا و يأخذ من أموالهم و يرهبهم لا أحد يدخل عليكم يعصرهم جرت عادة الرقات اللي نعرفهم نحن الشرعيين يقولون للمريض عش حياتك استقبل الناس و خالط الناس هذا اللي يعرفه أنا و هذا يعني يعني يساعد بشكل كبير على شفاء المريض بإذن الله تعالى لكن هذا النوع لا خطير و لذلك تلفاضلة مثل ما ذكرت لك انتبهي لأهلك و لوالدتك و خواتك و بعدين دائما أنا أنبه الانسان هو الذي يرقي نفسه هو الذي يقرأ في بيته ما فيه داعي الانسان إذا وصل حالة من المرض حالة من التعب لدرج ما يستطيع أنه يرقي بعض الناس يبتل بمرض بسحر بكذا يحصل فتور عنده لدرج ما يستطيع نعم يستعين براقي الحمد لله شرعي معروف معذول له بارك الله فيك الأخت سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول أنا أمي تدعي علي دائما بالمرض و أنا فعلا و عاني من مرض لمرض أقسم لك أني عمري ما سببت لها أي أذى دائما تؤذيني بدعائها ملحل يا شيخ سارة من ليبيا أولا أخت الفاضلة لقد أقسمت قسم عظيما و إنه لقسم عظيم أنك ما سببت أي أذى للوالد فأمت أنا أقول لك أقسمت أنا أقول لك أبشري هذا نوع من أنواع الابتلاء الذي يبتلى به الإنسان في هذه الدنيا و الابتلاءات أخت الفاضلة ليست نوع معين أو شكل معين أنت ابتلائك في الوالد بل واكي في هذه الوالد ما دام أنك أقسمت بالله العظيم أنك ما سببت لها أي أذى هذا ابتلاء و لذلك أصبري و لنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و نقسم من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابري الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون إنا لله و إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات مرطبهم و رحمة و أولئك هم المهتدون صلتك و أن يفرغ على قلبك الصبر الأمر الثاني لابد أن تصل هذه الرسالة للوالدة و أقول لها بأن الوالدة واقع في أمر محرم و عاصية لله و عاصية لرسول الله صلى الله عليه و رسلم فالنبي عليه الصلاة و السلام يقول لا تدعو على أنفسكم و لا على أولادكم و لا على أموالكم و جاء في رفض و لا على خدمكم و إذا كان الإنسان ممنوع يدعو على خادمة كيف تدعي على أولادها كيف تدعي عليك و أنت ما سببتي لها أي شيء حتى لو افترضنا أنك سببتي بشيء من الأذى هل يحق للوالدة تدعي عليك؟ الجواب لا و أنما تدعو لك بالهند فالنبي عليه الصلاة و السلام يقول ثلاث دعوات مستجابة ثلاث دعوات مستجابة و ذكر منها دعوة الوالد على ولدي و ما أنت فيه من أمراض قد يكون بسبب دعاء الوالدة و هي التي تتحمل الوزر ما دمت أنك بريئة ما دمت أنك بريئة هي التي تتحمل الوزر و هي التي تتحمل ما أنت فيه و ستلقى الله عز وجل ظالمة و معتدية و لذلك هذا أمر غاية في الخطور فعلى الوالدة أن تستغفر الله و أن تتوب إلى الله و قولي لها هذا الأمراض التي أنا فيها الآن هذا بسبب دعائك أنا ما فعلت لك شيء و قد يكون أخت الفاضل يمكن تقولين طيب أنا بريئة ما ذنبي عقوبة للوالدة عقوبة للوالدة الله تعالى يعاقبها و يرفع في درجتك و يعلي من منزلتك و يعظم لك الحسنات و يكفر عنك السيئات فلذلك اتقوا الله يا أخوان و يا أخوات ادعوا لأولادكم و لا تدعوا إلى أولادكم ادعوا لهم بالصلاح و الرشد مهما صدر منهم يعني ماذا تستفيد الوالدة الآن لما تدعي لك ماذا تستفيد الآن مردت مثلا ماذا استفادت هل مثلا شفى غليل نفسها هل الآن هو جعلها المرض هذا مرضك أنت في حالة من السعادة أنا ما أعتقد أنا ما أعتقد فاتقوا الله خافوا الله ادعوا لأولادكم و لا تدعوا على أولادكم أم أمير من السعودية تسأل تقول هل صحيح بأن البكاء على الميت يعذب الميت أمي توفيت و مضى على وفاتي 11 يوم كيف أصبر وأحتسب أختهم أمير من السعودية بارك الله فيك و رحم الله والدك و غفر الله لها و جعلها الله تعالى في جنات النعيم أختي الفاضلة بالنسبة للوالدة يعني لم تتجاوز الأجل الذي كتبه الله و هذا عمرها و هذا وقتها و هذا يومها ما تجاوزته لكل أجل كتاب كل نفس ذائقة الموت و لذلك أختي الفاضلة يعني عليك أن تهتم بالذي ينفع الوالدة ما الذي ينفع الوالدة الدعاء الاستغفار الصدقة اهتم لها أما البكاء ما يرد الميت و قد يضر الميت و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام قال الميت ببكاء أهله طبعا لأهل العلم كلام في هذا و تفصيل ف لكن عموما إذا أوصل ميت بالبكاء عليه يعذب أما إذا بكيت أنت واستمرتي في البكاء قال بعض العلماء الميت يعذب ببكاء أهله عليه يعني يتألم أنت الآن يا أم أمير تحبين الوالدة في قبرها تتألم أكيد لا إذن أترك البكاء ما في داعي نصرفي لحياتك عيشي حياتك استقبلي حياتك بالعبادة و الطاعة خدمة الزوج خدمة الأولاد خدمة البيت خدمة البيت يعني استفيدي من وفاة الوالدة بأنك أنت يعني تقدمين عمل صالح و اهتمي بالدعاء للوالدة هذا الذي ينفع بارك الله فيك علي من الإمارات يسأل هل يجوز دخول مكة من غير العمرة علي بارك الله فيك الجواب نعم يجوز للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام سواء ذهب لتجارة أو لطلب علم أو لزيارة أو لحضور الدورة معينة مثلا أو لأي شيء من الأشياء و هذا هو الراجح و إن كان جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المسلم لا يدخل مكة إلا بإحرام لكن القول الثاني هو الصحيح القول الثاني هو الصحيح أنه يجوز دخول مكة من غير إحرام بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن المصاقية قال هن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمرة بمعنى أن الذي لا يريد الحج ولا العمرة لو فات يعني تجاوز الميقات من دون إحرام لا شيء عليه أم عبد الله من أبوظبي تقول يا شيخ يوجد رجل تذهب إليه الناس للرقية و يقوم بإخبار بأشياء في بيوتهم يوجد كذا و في مكان كذا يعني تقول يعني أفتنى في هذا ما حكم الذهاب إلى هذا الشخص أم عبد الله من أبوظبي بارك الله فيك أعتقد بأنك استمعت إلى جوابي قبل قليل لأحدى الأخوات التي ذكرت حال راقي من الرقات أخت الفاضلة أي راقي يزعم أنه راقي و يقول للناس أنتم في بيتكم كذا و في بيتكم كذا و في بيتكم كذا هذا كاهن حتى لو قال أنا راقي شرعي حتى لو قرأ قرآن انتبهوا يا إخواني صحهوا عقيدتكم صحهوا إيمانكم والله كلما قويت العقيدة في النفوس و في القلوب ما أصبح لهؤلاء سوق في دنيا الناس متى يروج لهؤلاء متى متى يكون لهم حضور و رواج و سوق إذا ضعفت العقيدة إذا الناس صدقوا مثل هؤلاء يكون لهم انتشار و يكون لهم تأثير على الناس بربك هل هذا الآن فعلا راقي شرعي اللي يقول للناس والله أنتم في مطبخكم كذا و في غرفة النوم كذا و ما الداعي لمثل هذا هذا إما ساحر و إما كاهن مشعوذ لا يخرج عن هذين فهو في دائرة و العياذ بالله أو في طريق الشيطان فلذلك لا يجوز الذهب إليه و يجب تحذير الناس منه تحذير نبليغ السلطات عن هؤلاء الذين يمعبذ والشعوذ والدجل على الناس و ابتزاز الناس خافوا الله في عقائدكم اتقوا الله في أنفسكم كيف الآن أن أصدق من الذي يعلم الغيب لا يعلمه إلا الله قل لا يعلم من في السماوات و الأرض الغيب إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم و هو سيد الخلق و أشرف الخلق و أفضل الأنبياء ما كان يعلم يقول جل وعلا و لو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير و ما مسني السوء ما يعلم إلا بعلم الله له النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة ما علم عليه الصلاة و السلام عن حقائقها حادثة الإفك استمرت أيام طويلة طويلة حتى نزلت الآيات في سورة النور مسائل يعني غاب أشياء كثيرة حتى غاب أصحابه عنه ما كان يعلم ما الذي كان يجري في المعارك هناك فكان يفرح إذا جاء أصحابه الذين ذهبوا في الحبشة مرتين ما كان يعلم عليه الصلاة و ماذا كان يدور هناك و هو رسول الله كيف هذا يقول والله أنا أعلم و الشي يكون في بيتكم احذروا و حذروا و انتبهوا و بلغوا الحمد لله نحن في دولة فيها نظام و قانون و فيها تصاريح و فيها منع لمثل هؤلاء اللي يدخلون على الناس يبتزون أموالهم بمثل هذه الطريق أصبحت الرقية شغلة من لا شغلة له و أصبح بعض الناس يدخل يلبس ثوب يعني هدم عقائد الناس و اللعب عليهم و أخذ أموالهم و هذا المقصد الأول و وجدها منجم شغلة شغلة ما شغلة يتربح من ورائها على حساب دين الناس و على حساب عقيدة الناس مهمة لكن نحن حقيقة سيسألنا الله عز وجل عن ذلك أيضا أنا و أنت و الجميع حينما نسمح لمثل هؤلاء و الحمد لله عندنا يعني قنوات رسمية نستطيع الوصول إليها بمنع هؤلاء أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع أم محمد من العين تقول يعني ما كنت أنا يعني أعرف عن الاغتسال بعد يعني الجنابة كنا نغسل نغسل من دون غسل الشعر و كذلك وقت الدورة ما كنا نعرف عن الصلاة يعني مضى علينا هذا طويلا جدا و الآن كبرنا و ماذا أفعل في مثل هذه الحالة أختي أم محمد من العين بارك الله فيك إذا كان والله الواقع كما ذكرت بأنكم كنتم تعيشون حالة من الجهل و ما عندكم علماء سابقا و لا طلبة علم و لا أحد يوعيكم و ينبهكم و يعلمكم أرجو الله تعالى أن يغفر لكم أرجو الله تعالى أن يغفر لكم و تلتزمون و تلتزمون بالغسل الشرعي و بالنسبة لوضعك الحالي تكثيرين من طبعا تواضبين على الصلوات و تكثيرين من النوافل نوافل الصلاة و نوافل الصيام تكثيرين من الصدقة و الاستغفار و الندم على ما فات و تعلمين بناتك تعلمين أخواتك تعلمين من هو محيط فيك تقول انتبهوا و كنا في جهل ما كنا ندري الآن توعينا و تعلمنا الحمد لله تواضبين على الصلوات أختي الفاضلة إذا كان هناك صلوات ما كنت تقضينا كما ذكرت تقولين في النفاس لأن رسالتك طويلة إذا طهرت المرأة من النفاس و جب عليها أن تصلي و لا يلزمها أن تصل إلى الأربعين لأن النفاس لا حد لأقله يعني لو طهرت بعد شهر و جب عليك تغتسلي و تصلي و تستغفرين الله و تتوبين إليه و سير عندك عمل صالح تبني المسجد تحفرين لك بئر تكفلين لك يتيم مثلا تساعدين الناس بارك الله فيك و رضي عنك أخواني و أخواتي انتهى وقت البرنامج أما الأسئلة كثيرة منتهت إن شاء الله نكمل في اللقاءة القادمة مع تأكيد على ضرورة التزام شروط قبول الأسئلة ذكر الاسم أو الكنية اسم البلد و كذلك سؤال واحد يكون مختصر و الصبر علينا لأن الأسئلة حقيقة كثيرة استودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته